السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبابي ومتابعي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الفيديو ده مهم جدا لكل من عنده نبات زبل أو تعرض إلى العفن أو تعرض إلى الجفاف أو تعرض إلى المشاكل التي تكون بها التربة من عفن التربة وزيادة الرطوبة فيها التربة وأيضا تعفن جزور النباتات وأغلب مشاكل التربة والنباتات إليك هذا الفيديو الرائع بإذن الله وبهذه الطريقة تقدر تستفاد وترجع النبتتك بعد موتها بفضل الله طبعا هاي النبتة التي نرى ممنى شجرة الفل طبعا زي ما احنا شايفينها قدامنا تعرضت إلى تعفن فيها التربة وجفاف الأوراق وطبعا تيبس الأفرع الصغيرة فبكام قطعة من الفحم وضعناها في التربة كما نرى أمامنا وبهذه الطريقة إن شاء الله تجدد هنشوف وهتجدد النبتة بإذن الله تعالى فروع جديدة وتنمو من جديد بفضل الله تعالى كلنا نعلم فوائد الفحم مفيدة جدا للنبات والتربة فالفحم من فوائده امتصاص الرطوبة من التربة ومساعدة النبات في أغز غزائه من التربة وتهوية التربة وأيضا يساعد التربة في زيادة الخصوبة وزيادة طبيعة التربة ويساعد أيضا النبات على امتصاص الغزاء طبعا بعد ما وضعنا قطع الفحم في الصيص بجوار النبتة كما نرى ولاحظنا بعدها بفترة كثيرة بفضل الله تعالى أصبحت النبتة تجدد حيويتها وتجدد نشاطها وأصبحت الفروع الجديدة تنمو في النبتة من جديد وأصبحت النبتة نشطة بفضل الله تعالى وبهذه الطريقة تقدر تستخدمها لكل نبتاتك سواء داخلية أو خارجية بهذه الطريقة طريقة إضافة الفحم للنبات ينشط النبات ويعيد حيويته من جديد فبعد تنشيط النبات وخراجه لأفرع جديدة نكون بقص الأفرع الجافة تماما الأفرع الصغيرة الجافة نكون بقصها حتى نعطي مجالا للأفرع الجديدة في النمو ونحافظ أيضا على منظر النبات وأتمنى أن نكون قدمنا لكم بعض المعلومات المفيدة وهذه الطريقة أتمنى أن تنال إعجابكم فلا تنسوا الصلاة على النبي ولا تنسوا اللايك والشير والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ودمتم في رعاية الله وأمنه وسلامه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته